السلام عليكم يومكم جميل بإذن الله أتمنى لكم كل الصحة والسعادة اللهم أمين نهاردة نعمل مع بعض مشروب بسيط جدا لسد الشهية لأسهل طريقة ممكن تتخيلها للتخصيص طبعا مع السيوم المتقطع أو تقليل كمية الأكل تمام ولكن طبعا عشان احنا في الشتاء ودايما بنبقى عايزين ناكل والبرد بيخلينا ناكل فتعالوا نشوف المشروب بمكوناته ايه مكوناته طبعا بسيطة وكمان مفيدة جدا جدا اول مكون معانا هو اكليل الجبل او الروزماري عايزين منه معلقة صغيرة من الروزماري او اكليل الجبل طبعا اكليل الجبل من الحاجات الممتازة جدا وبيعتبر كمان مسكن لأي او مطهر للمعدة يعني شوية مكونات حلوين جدا للتخصيص وللتنحيف وسد الشهية ولكن مفيدين جدا لصحتك معانا كمان المرمرية مرمرية عايزين برضو منها معلقة صغيرة من الحاجات الحلوة اللي بتقوي الدم ولو عندك انمية او عندك مشكلة في الهرمونات تالت حاجة معانا البابونج اللي هو زهرة البابونج طبعا من المهدئات الحلوة جدا جدا وبيقلل من الدهون معانا هنا نعناع لتقليل الانتفاخات وتهديد المعدة ولو عندنا امساك تمام كده معانا كمان هنا الزعتر من الحاجات المطهرة جدا جدا للمعدة ولجدار المعدة هنشوف هنعمل ايه هناخد معلقة صغيرة من كل المكونات دي تمام هنا انا عملتها في مج ممكن تعملي معلقة كبيرة من كل حاجة وتحطيهم مثلا في لتر مية سخنة في حاجة كبيرة عندك عشان مش كل شوية تعملي المشروب وتكسيل ان انت تشربيه وبعد كده يعني ما تستمريش عليه هناخد معلقة من كل حاجة طبعا بنزود الكمية مع كمية المية حاطينا معلقة من النعناع معلقة من كيل الجبل او روز الماري معلقة من الزعتر كلهم صغيرين معلقة من المرمرية معلقة من النعناع البابونج مهدئ وكمان مفيد جدا جدا للدهون النعناع مهدئ للانتفاخات وللكولون طبعا البابونج برضو للكولون عملنا مشروب قبل كده منه هنا حاطينا المية السخنة عليه هنغطيه علشان الزيوت والحاجات الطيارة اللي بتبقى في الاعشاب الحلوة جدا اللي احنا بنستفيد منها هنغطيه ربع ساعة وبعد كده نصفيه ونشربه بألفة هانا وشفة طيب هنستمر عليه قدقيه طبعا دي المشروب ده مش من المشروبات القوية اللي بتتعب المعدة زي القهوة واللمون زي القرفة واللمون زي الحاجات اللي هي بتبقى صعبة على المعدة هنشربه مرتين في اليوم ممنوع لأصحاب الضغط الواطي دايما بقولكو يعني اصحاب الضغط الواطي المشروب ده مش مفيد له لانه بيوطي شوية من الضغط مش كتير ولكن انت ممنوع انه في مشروبات كتير عملناها قبل كده واتمنى الوصفة تكون عجبتكم وشكرا ليكم